اهلا بكم نهاردة هنتكلم عن اداة مجانية وخطيرة جدا ومهمة جدا ان انت تكون عارفها لو انت شغال في التسويق الالكتروني او في السوشال ميديا فمحتاج جدا انت تكون عارف الادا دي خصوصا ان هي اداة مجانية ويتقدم لك ميزات قوية جدا وهي اداة جوجل فورم جوجل فورم اللي ما يعرفش هي اداة تقدر من خلال انت تعمل استبيان وتاخد تجمع بيانات العملة تقدر تجمع الاسم ورقم التليفون حاجات كتير جدا الادا دي بتعملها ودي اهمهم ان هي بتجمع البيانات فهي باختصار شديد هي عبارة عن فورم انت بتقدر من خلاله ان انت تجمع البيانات وكمان تقدر من خلال الادا دي ان انت تعمل مسابقات في ناس بتستخدمها في انهم يعملوا امتحانات تيار من متعدد تقدر تعمل ده من خلالها لو انت مدرس او بتقدم محتوى تعليمي فالادا دي خطيرة جدا تقدر تديك الميزة دي ان انت تعمل امتحان سواء الامتحان ده كان باجابات حرة حي تكتب مثلا اجابة طويلة من ابلاع الطالب مثلا او اختيار من متعدد ودي الاسهل طبعا عليها وحواليكم ازاي تعملوا كده فتقدر تعملها بتجميع البيانات تقدر ان انت كما تستخدمها في المسابقات والامتحانات تقدر تستخدمها في يعني حط بالابداع اللي انت عايزه فوق ما تتخيل يعني انا الفترة الاخيرة استخدمتها في اسبات الدفع لو حد عايز يبعاتلي فلوس بيرفعلي عليها سكرين شوت عارفين الحركة دي انا كنت ببحث عنها في مواقع يعني عايز الموقع البتاعي يبقى فيه الخاصية دي فصراحة ما كنتش عارف ايه الا الاداة اللي ممكن اخلي الزائر او المشاهد يرفعلي ملف سكرين شوت فلاقيت ان هي موجودة في جوجل فورم تقدر تخلي المشاهد او العميل يرفعلك سكرين اسبات التحويل او اسبات الدفع لو انت بتستخدم محافظة الالكترونية زي بودافون كاش مثلا ممكن تخليه يحولك على رقم معين جميلة جدا الصراحة فانا حواريكم دلوقتي كل حاجة عنها فانت لو لسه مشترك جديد ما تنساش ان انت تفعل الجرس وتكون طبعا مشترك بالقناة ويتسيب لي تعليق هل انت معايا في 2025 ولو انت مشترك قديم برضو تقول انت مكمل ولا ايه فما تنسوش تسيبو لي تعليقات يا جماعة لان ده بيفرماها كتير جدا واللايك لحاجة لا غنى عنها في استمرار المحتوى التعليمي الهادف النافع على اليوتيوب وعلى اي منصة اونلاين هنفتح جوجل فورم من اللينك اللي هسيبوه لك في وصف الفيديو وبعد كده هتدخل هنا هتلاقي في حاجة اسمها بلانك فورم بيظهر معاك الصفحة دي زي ما انت شايفها طبعا معمولة هنا باللغة الانجليزية فهنشرح على الشرحة اللي هو باللغة الانجليزية عادي يعني مش ساعم ان شاء الله بالنسبة لك اعتقد وممكن نشرحه بالعربي لو حبينا نشرحه بالعربي بعد كده ما فياش اي مشكلة هي موجودة برضو متوفر منها لو انت للا اكاونتاك بالعربي ايه المطلوب بعد ما تفتحها هنا بتلاقي ان فيه ثلاث حاجات اساسية فوق هنا مكتوب questions او الاسئلة اللي هي الاجابات اللي هي الاعدادات هنعرف كل الكلام ده مع بعض ان شاء الله وهنا فوق بتلاقي هنا ال customize اللي هو تقدر تلون بقى القالب بتاعك الالوان اللي انت عايزها والpreview لو عايز تشوف اللي انتك عملته ده قبل ما تعمله live ومكتوب لك هنا خطوة للخلف لو عايز عملت الحاجة غلط وعايز ترجع لها خطوة للامام عايز ترجع تاني للحاجة الغلطة اللي انت عملتها وهنا ال copy لللينك الخاص به القالب بتاعك او الفورم بتاعك تاخد اللينك بتاعه وهنا الشير لو انت عايز تشير ال setting وال responses وال questions القالب كله هتشاركه كده لحد ممكن قابل التعديل يعني وفي الاخر كلمة publish بتقدر من خلال انت تنشر الصوحة بتاعك دي كده الحاجات الاساسية اللي انت محتاجه عشان خاطر تبدأ ان انت يعني تشتغل على جوجل فورم فتعالوا بقى نشوفوا اول حاجة وهي انك تحط الاسئلة حنمسح السؤال الاولين ده هنا بتحط العنوان بتاعك بتكتب مثلا طلب منتج مثلا يعني بتحط هنا description بتاعك بعد كده بنختار علامة دي وبتختار هنا نوع السؤال في ايه انواع الاسئلة اللي موجودة معاك نوع السؤال الاولين اللي هو short answer اللي هو السؤال اللي محتاج منك اجابة قصيرة ونوع السؤال التاني اللي هو البراجراف السؤال اللي محتاج اجابة طويلة وعندك هنا multiple choice سؤال من متعدد checkboxes اللي هو عايز العميل يحدد حاجات كتير يعني احطط العشر اختيارات ويختار منها خمسة مثلا داون يعني بتختار بيضغط كده قائمة منسادلة بيضغط العميل بيظهر له عشر مثلا اختيارات يختار منها اختيار والفايل ابلودي يرفع لك ملف وتحدد نوع الملف وعدد الملفات اللي هتترفع وحجمها ونوعيتها كل حاجة بتستخدمها جميلة جدا دي بتنفع قوي في مسألة اثبات الدفع دي ما قلتلكم وlinear scale اللي هو مقياس من واحد لعشرة مثلا والريتنج اللي هو التقييم تقول له عملي تقييم من خمس نجوم مثلا على سبيل المثال ودي لسه جديدة مضافة multiple choice grade دي بقى حاجة اضافية برضو بيبقى شبكة كده فحلوة برضو ممكن نستخدمها دلوقتي حواليكم ازاي والديت اللي هو تقويم يحدد معاد معين مثلا والطايم اللي هو الوقت التوقيت كل دي حاجات يقدر من خلالها العميل او اللي هيدخل على الفورم ده اللي هو الطرف التاني يعني يحددها وبتظهر لك هنا في خانة الرزبونس اللي هي الردود فأول حاجة نعملها نختار هنا شورط أنصر ونخليها على الاسم اللي احنا عايزين اسم العميل وكمان عايزين نحطه شورط أنصر كمان لرقم الموبايل وحنعمل كمان سؤال إضافي وحتلاقي دايما مع كل سؤال بتضيفه فيه علامة تحت كده مكتوب هنا required يعني مطلوب مهم جدا أنت تحدد إذا كان ده حاجة مطلوبة فبيتظهر لك نجمة حمراء هنا كده فلو انت محتاج أن السؤال ده أو المعلومة دي تكون مطلوبة وأساسية وإلا الفورم مش هيكتم من خلالها ومش هيقفل معاه مش هيجيله تم تسجيل الرد فمحتاج أن انت تخليها كده لو ده سؤال مش مهم يعني خليها مش required لو هو مهم خليها الحاجة اللي هنا دي اللي هو multiple choice تحدد اختيارات ممكن تقول مثلا الجنس مثلا على سبيل المثال النوعك إيه فذكر ده النوع الأول النوع الثاني أنسة صح ولا يا تمام بس كده فهو إما ذكر أو أنسة تقدر من خلال كمان الإعلامة اللي بالجنب دي تحط صورة لو انت عايز تحط صورة منتج معين أو حاجة معينة تحددها مثلا بصورة معينة تقدر تعمل كده فكمان ممكن تضيف سؤال كمان اللي هو نوعية السؤال الثاني اللي هي لتشيك بوكسس ممكن نكتب هنا ايه المطلوب محتاج مني ايه محتاج مني مثلا إعلانات تدارة صفحة كمان برضو نكتب حاجة تانية مثلا تاج فيديو ده برضو ايه اختيار ثالث ده بيبقى تشيك بوكسس يعني ممكن تحدد كل حاجة أنت عايزها من خلالها يعني مش اختيار واحد بس فقط ممكن تختار اتنين تلاتة ممكن تختار كلهم مفيش مشكلة الحاجة كمان اللي ممكن نضيفها برضو هنا وهي اللينير سكيل الدروب داون برضو نفس الكلام ممكن تختار مثلا هنا ايه واحد وممكن تضيف مثلا اتنين تلاتة مثلا ايه عدد الايام مثلا المدة اللي انت عايز فيها الاعلان مثلا ايا كانت الفكرة بتاعتك فبتظهر وحنشوف كل ده في البرفيو وعندك كمان هنا اللينير سكيل اللي هو من واحد لخمسة مثلا خليها زي ما هي كده من واحد لخمسة قيمك مثلا الخدمة كمان ممكن نضيفه هنا الفايل ابلود وفي خانة الفايل ابلود دي تقدر من خلالها ان انت تحدد كل حاجة عايزة في الفايل اللي انت عايز ترفعه ليه او اللي عايزه يرفعه لك العميل مثلا اثبات الدافع مثلا هتقول له هنا حدد لي نوع الفايل معين ونختار هنا ايمج بعد كده هتلاقي هنا مكتوب ماكسيمم نمبر واحد حجم الملف وليه كنا نساوي لمسال 10 ميجا وهنا الفولدر هيتم تخزينه في جوجل درايف الخاص بك في جوجل درايف بس طبعا ما تقلقش انت محدد نوع الملف ومحدد حجمه وعدده فطبعا الموضوع سهل جدا وحنشوفه دلوقتي بقى الريفيو كده تعالوا نشوف مع بعض الشكل عامل ازاي بيظهر العميل بالشكل ده الاسم رقم الموبايل زكر ولا انسة واللي انت محتاجه محتاج مني ايه محتاج اعلانات وادارة الصفحة ايه عدد الايام اللي عايز تدير في عايز ندير فيها الصفحة بتاعتك مثلا ثلاثة ايام ايه تقييمك الخدمة خمسة مثلا او ايه عدد الصفحات مثلا ثلاثة زي ما تحب هنا الاسبات الدفع هتختار هتبدأ ان انت ترفع الملف بتاعك وتعمل بيتم تسجيل او انهاء القالب بتاعك ايه الحاجات التانية اللي انت محتاج ان انت تعرفها في جوجل فورم لحد هنا تقدر ان انت واثناء ما انت شغل كده في الفورم بتاعك تقدر ان انت تضيف صورة مش بس بيكون بس مجرد اسئلة واجابات لا انت ممكن كمان تضيف هنا صور المتصفح بتاعك او من الكمبيوتر تخش على الكمبيوتر مثلا تخليها هنا مثلا على سبيل المثال عند الامج تايتل وتكتب هنا اهلا بك في موقعي ده على سبيل المثال مثلا تقدر تضيف فيديو تيجي مثلا هنا في الحتة دي كده مثلا عند السؤال ده وتضيف فيديو ممكن تعمل فاصل ما بين الاسئلة العلامة دي دي علامة نواق قسم جديد من الاسئلة طبعا دي كلها اسئلة وتعتبر الاسئلة دي اسئلة تجميع بيانات مش كويز مش امتحان فلو جينا عند الريسبونس هنا هتلاقي ان هي صفر في اضافة هنا صغيرة جدا عند الريسبونس مهم جدا هتلخص لك كل حاجة وهي link to sheets تقدر ان انت تربط جوجل فورم او القالب بتاعك على جوجل sheets فلو عملنا link to sheets هيقول لك هيعمل لك قالب جديد هنسمي القالب ده مثلا على سبيل المثال تجميع بيانات العمل بنعمل create بينقلك فورا على جوجل sheet بقالب زي ما انت شايف كده في كل البيانات اللي انت كاتبها اصلا في الفورم فهي جوجل sheet بيبقى فيه القايمة دي فيها كل البيانات اللي انت طالبها وبتتكتب لك بشكل بشكل تلقائي في التو واللحزة بمجرد ما حد يسجل بيانات وبيتم اضافتها هنا بشكل تلقائي فبدل ما تفتح جوجل فورم ونشوف فيها او الردود فيها لا انت بتفتح جوجل sheet بيظهر لك هنا كل البيانات بشكل تلقائي كمان بقى لو انت بقى معك موقع تاني للزكاء الاصطناعي او للأتمتة زي زيبير على سبيل المثال تقدر من خلال انك تربط الملف ده تحديدا بالزكاء الاصطناعي فيبدأ انه يبعث ايميل لاي حد مسلا يخش او يبعث رسالة لاي حد يتم تسجيل بياناته هنا على حسب البيانات اللي انت حددت الموضوع ممكن يكبر منك بس انا مش عايدك تكبر الموضوع الموضوع اكرا حدد دلوقتي جميل ويه سيمبل ويه مانيوال يعني ايه بتعمله بايدك بدون اي مشاكل ماشي رابطنا بجوجل sheet في ممكن تحول الاسئلة دي يعني امتحان فلو عملتها امتحان هيبدأ ان هو يديك اختيارات تانية تبدأ من خلال انت تتحدد بقى هل انت عايز تظهر النتيجة دي للطالب ولا لأ عايز تخلي الاسئلة كلها بدرجات هتحدد الدرجة بتاعت كل السؤال هنا مثلا كل سؤال مثلا بواحد هل عايز الطالب يشوف السؤال الغلط ولا لأ كل ده هتلاقيه هنا موجود يعني هل وكمان عايزه يشوف الاجابات الصحيحة ولا لأ عايزه يشوف الدرجات للاسئلة يعني كل سؤال بدرجة هل عايزه يعرف ان السؤال ده بدرجة ولا لأ كل ده تقدر تحديده من التلات اختيارات دي ومش عايزين كده مثلا خلاص لا مش امتحان ده تجميع بيانات عندك هنا بيقولك هل انت عايز تجمع الايميلات ولا لا لو انت مهتم بتجميع الايميلات هتقوله اه جمع الايميلات طبعا لو مش مهتم يبقى خلاص مش مشكلة فهنا بيحتقوله انا عايزك تاخد ردود من الناس اللي سجلت بالايميل فقط اللي مش هيسجل بايميله ما تاخدش منه اي ردود هنا عندك send responder فيه طبعا اختيارات تانية من اهم الاختيارات اللي هنا او الاعدادات اللي هنا ان هو تخلي response واحد فقط limit two one response يعني كل واحد هيرد رد واحد فقط ولا عايزه يبعت اكتر من رد لا احنا عايزينه يبعت رد واحد عشان ما يجلناش يعني عدد وهمي زيادة متكرر تمام ده برضو ايه لميزة ولعيب برضو الملفات اللي هيتم رفعها في total على القلب ده او على الفورم ده 1 جيجا ما تزيدش عن 1 جيجا دي كده كانت اهم الاسئلة اللي انت محتاجها ودي كانت اهم الاعدادات اللي انا يعني حاولت ان انا ارخصها لك هنا في جوجل فورم زي ما انت شايف ايه يعني الموضوع بقى اعتقد سهل جدا اهم حاجة بعد ما تخلص ده كده ايه الشكل العام بسيطة طبعا من الحاجات اللي هي الجمدة جدا على جوجل فورم لو حابيتنا اعملكو فيديو تاني في تفاصيل اكتر وبشكل عملي اكتر في ممكن تسهولي في التعليقات نعملوك هنا مع بعض ايه حاجة عملية فعلا على منتج فعلي اخر حاجة بتعملها هي ان انت بتدخل هنا عند بابلش وتبدأ ان انت تعمل نشر للقالب بتاعك هنا بيقولك بابلش تم نشر القالب بتاعك واكتر بتختار على علامة البابلش هنا وتختار تم عمل رابط ليه حيجاوب على التفاصيل دي او على الاسئلة دي سواء كان عميل او طالب او كزا وبعد كده بتختار شورتين يو ار ايل عشان يصغر لك الرابط وبتاخده كوبي وتبعاته بقى للناس اللي انت عايز تبعات لهم القالب بتاعك تعليقات مثلا على بوست حابب تجمع داتا تعرف اكتراحات افكار بحر من الافكار تقدر ان انت تستخدم بيه جوجل فورم بس انا حبيت ان انا اديك كده ايه زقة في الاتجاه ده لو انت مش عارف فاتمنى ان المعلومات اللي قتلك النهاردة تكون معلومات جديدة بالنسبة لكم مفيدة وتقدر تستخدمها الاستخدام الامثل في التسويل الالكتروني وفي السوشيل ميديا وفي الشغل اونلاين فما تستشرك تشترك بالقناة وتعمل لايك وتفعل الجرد وتسيب لي في تعليقات هل انت استفدت ولا لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته